مؤتمر حزب الحركة القومية اليوم كان بعد إجراء المؤتمر العام الخامس الذي كان تحت الشعار شهداء الوطن الطريق لتحرير فلسطين الهدف من المؤتمر هو إطلاع الرأي العام على منجزات ومخرجات هذا المؤتمر من خلال بيان ختامي وللتوضيح للمجتمع وللرأي العام بأن لدينا أحزاب أردنية قوية تمارس الديمقراطية بشكلها الحقيقي وقادرة على أن تفرز قيادات وأن نبعث برسالة لكل من يتخوف ويتهجس من الأحزاب بأن الأحزاب هي مرخصة وموجودة وبشكل علني وتمارس دورها بكل أشكاله سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي إضافة إلى ذلك أطلعنا الأخوة الإعلاميين في هذا المؤتمر على نتائج الانتخابات التي جرت بجو مفعن بالديمقراطية وبروح عالية من المسؤولية أخذينا رفاقنا من خلال انتخابهم لقيادة الحزب الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية سواء في اللجنة المركزية أو المكتب السياسي أو الأمين العام حقيقة العلاقة بين الأحزاب والحكومة ما زالت علاقة غير سوية وتسعى الحكومة إلى التغول على الأحزاب وتمارس الكثير من الضغوطات وهذا ليس فقط المستهدف فيه الأحزاب وإنما المجتمع ككل فنحن نطالب استمرار بصون الحريات العامة وضرورة تفعيل مواد الدستور التي تنص على حرية الرأي والتفكير والتعبير والتعبير عن الرأي وهذه الأحزاب حقيقة يمارس عليها ضغوطات من انتجهات متعددة مثلا أنا لا أفهم كيف حزبا لا يعمل في الجامعات وغير مسموح له أن يعمل بالجامعات فهذا نوع من أنواع التضييق للعمل الحزبي في الجامعات نحن نطالب بضرورة فتح المجال أمام الأحزاب للعمل في الجامعات لأن الشباب هم الأساس في العملية الحزبية يعني شكراً لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الشهر الماضي عقدت ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام كانت بعنوان المعايير التي يجب أن تتبعها الوزارة للتمويل فنحن تحدثنا كحزب وبعثنا بورقة بمقترحات وتوصيات للوزارة لموضوع التمويل أو هي تسميه المساهمة المالية في دعم الأحزاب نحن نقول بأنه من حق الحزب من حق الحزب أن يحصل على دعم مالي من خزينة الدولة أولاً نطالب أن يكون هذا الدعم بقانون وليس بنظام بقانون وليس بنظام لكي لا أبقى أنا رهينة حكومة تذهب وحكومة تأتي اثنين لابد أن يتم اتباع معايير وأسس للتمويل المالي مثلاً عدد الشباب كم نسبة الشباب في الحزب كم نسبة المرأة في الحزب كم عدد المقرات عدد العضوية نشاطية الحزب على الصعيد الاجتماعي والمحلي والجماهيري هذا كله يجب أن يأخذ بعين الاعتبار نسبة النواب للحزب في مجلس النواب نسبة الأعضاء المجالس البلدية نسبة الأعضاء المجالس المحلية عليها أن تأخذ هذا الاعتبار وبالتالي أعتقد إذا ما وصلنا إلى معايير حقيقية للتمويل أعتقد بأن الكثير من الأحزاب ستنتهي لواحدها بدون ما أنه تضيق عليها الحكومة أو أنه تطالبها بإنهاء نفسها نعم الحقيقة الخمسين ألف دينار الخمسين ألف دينار كحزب مثل حزبنا مثلاً له سبع مقرات في المملكة تذهب أغلبية المساهمة إلى أجور مقرات وإلى كلفة تشغيلية لا سيما أنه التمويل الحالي يحددك يحدد الحزب بكلفة تشغيلية وبموظفين وأجور مقرات ليس هناك أي مصاريف للنشاطات ليس هناك أي مصاريف للضيافة ليس هناك أي مصاريف للتنقلات وبالتالي أعتقد أنه هذا التقييد يحدد من نشاطية الحزب على الصعيد المحلي رمل الأنباب قمر الحقيقة